ثم هو مقيم الموتة أقام ابن أرمال اثنين امرأة أرمال مسكينة فقدت زوجها وبعد سنين ابنها الوحداني كان مرض أيضا ومات وجاءوا الشباب وحملوا الميت وذهبين فيه إلى المقبرة والأم تصرخ وراء ابنها بدموع لأنه رجع حصل أن المسيح كما هو عارف هم رتب الأمور هاي التقى موقب المسيح مع موقب الجنازة موقب الحياة مع موقب الموت ومسك الأشر للحاملين اللعش ولمس النعش ونزلوه على الأرض وقال بالأول راح للأم وقال لها لا تبكي صعب كيف تقول لا تبكي وابنها محمول لكن رجع على الميت وقال أيها الشاب لك أقول قم ما قال بإذن الله لأنه هو صاحب القرار هو الخالق هو الله الذي ظهر في الجسد مثل ما ظهر مثل ما تجلى الله في شجرة قدام موسى النبي في سينة وأكلم الله كلم موسى وسلم النبوة وكانت الشجرة هي الحجاب اللي من وراها كان الله بيكلم موسى المسيح أيضا هو الله ظهر في هيئة الجسد فجسد المسيح كان هو الغطاء اللي من وراه كان الله يتكله فهو مقيم الموتى يقول اليازجي كانت رجال الله تحيي ميتا بصلاتها ودعائها المتقدمي ونراه يحيي الميتين بأمره فهو الإله ومن تشكك يندمي